موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم دعا محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر أعضاء اللجنة الاستشارية لتعجز الحكم المحلي وبناء السلام إلى الغيام بدورهم وتحمل مسؤولياتهم وأن يكونوا على مستوى المسؤولية في إصلاح وتغريب وجهات النظر بين المجتمعات المحلية وذلك خلال ترأس اجتماعا عقدته اللجنة لمناقشة مجموعة من المجالات التي من الممكن أن يتم تقديمها للمحافظة والاستفادة منها بشكل أكبر مستقبلا وفي الاجتماع استعرض الأمين العام للمجلس المحلي رئيس اللجنة سالم عبدالله نيمر دور اللجنة في تعزيز الحكم المحلي والوقوف إلى جانب السلطة المحلية في كثير من الجوانب خصوصا في جانب التعليم وفضل النزاغات في المشاريع المتعثرة ومجال التنمية والخدمات التغل الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد بالمدير التنفيذي للهلال الأخمر اليمني بأبيان محضار حايل ومسؤول العلاقات وجد بافار للتنسيق في توزيع مواد إغاثة غذائية وإيوائية تستهدف النازحين من المحافظات الشمالية القاتلين في المنازل بمدينة الكود والذين حرموا لسنوات من أي إغاثة بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة إضافة إلى استهداف النازحين من محافظة البيضاء حيث سيتم توزيع حالات غذائية لفئة الصم والبكم والأيتام والمكفوفين في مديريتي خنفر وزنكبار بتمويل من الهلال الأحمر التركي وشاد الحامد بتدخل الهلال الأحمر اليمني وتركيزه على الفئات النازحة المتعففة والتي لم تستهدف من العمليات الإغاثية والإنسانية طوال فترة نزوحهم الطويلة التقى وكيل محافظة معرب دكتور عبد رابو مفتاح مدير مكتب اللجلة الدولية للصليب الأحمر لارستورو كيغلاند ومدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نضال الشرقاوي واستعرض اللقاء برامج الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية والمنظمتين الدوليتين وذلك لتخريف المعاناة الإنسانية للنازحين والمجتمع المضيف في المحافظة وأفاق تطوير الشراكة مع الإدارة الجديدة لمكتب المنظمتين وشاد الوكيل مفتاح بجهود مدراء مكاتب المنظمتين في المحافظة وتنفيذ التدخلات الإنسانية الطارئة والمستدامة في مختلف المجالات عقدت في سيون بمحافظة حضرموت ورشة عمل حول القضاء بين الواقع والطموح نظمها اتحاد قضاء اليمن وناقشت الورشة التي شارك فيها سبعون من الأكاديميين والقضاء والمحامين ناقشوا ثلاث أوراق بحثية تناولت المشكلات والعوائق القانونية المؤدية إلى الغصور في الأداء القضاء وإطالة أمد التغاضي ومعوقات العمل للقضاء والمعوقات القانونية المؤدية إلى إطالة أمد التغاضي قدمها عدد من القضاء والمحامين وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي وصهر عبدالهادي التميمي على أهمية الورشة لإيجاد مخارج عملية للإشكاليات التي يواجهها الجهاز القضائي نظرا لأهميته في حماية القانون والمساهمة في بناء وطن على أسس قوية ومتينة فيما تطرق رئيس التحاد قضاة اليمن الغاضي طاهر الفائق تطرق إلى أن انعقاد الورشة أجاء من المشكلات والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية سعيا نحو إيجاد مخارجات بشقيها القانوني والعملي ووضع رؤية فاعلة للفترة المقبلة تساهم في تحسين أداء القضاء تتنافس عدد من شركات المقاولات المحلية والعربية المتنافسة على مناقصة مشروع المستشفى التعليمي لجامعة عدن والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المزيد من التفاصيل في السياق تغير الزميل محمد الصوفي ترأس الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن اليوم في ديوان جامعة عدن الاجتماع الخاص بمناقشة ملاحظات السفسارات 15 مندوب لعدد من شركات المقاولات المحلية وكذلك العربية المتنافسة على مناقصة مشروع المستشفى التعليمي لجامعة عدن والممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفي الاجتماع شهد الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور بالحاضرين جميعا مشيدا بالقهود المبذولة من قبلهم والتقاوب البناء في سبيل إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي من قانبه أكد الدكتور أبو بكر محمد بارحيم مدير مركز الاستشارات والمدير التنفيذي للمشروع أن هذا الصرح الطبي والتعليمي سيكون مصدرا رائدا لتنمية المعرفة الطبية المستمرة وتقديم برامج طبية تعليمية عالية الجودة هذا المشروع أتى بعد جهد بدلة كل الأطراف ابتداء من رئاسة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رئيس الجامعة وأيضا الجهات التي نكون لها تقدير التي وقفت لجامعة عدن في إنجاح هذا المشروع ومنها وزارة التخطيط والتنمية وأيضا الوزارات الأخرى المصاحبة تمام ولا ننسى اللي هي الجهات الحكومية ومثلة برئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية عندما نتكلم عن المستشفى التعليمي لأهميته اللي سوف يعطي نقلة نوعية من ناحية التعليمية وأيضا الخدمات الطبية التي سوف تعزز بها محافظة عدن بوجه خاص وأيضا المحافظات المجاورة بحسب الموقع اللي تم تحديده في الحرم الجامعي من جانبه أيضا أكد المهندس محمد صالح الزوقري عضو الوحدة التنفيذية للمشروع أن هذا الاجتماع التمهيدي هو الذي يسبق الاجتماع الخاص بفتح المضاريف والذي سيكون في السادس عشر من مايو لهذا العام إقراءات المراقصة للمشروع بأن العدد المتقدمين وصل إلى الآن حوالي 15 شركة منها داخل مهلية ومنها خارجية إضافة إلى أن تم الإعلان عن هذه المراقصة في الصحف المهلية وأيضا في صحيفة الشرق الأوسط على مستوروط العربي والإعلان كان في يناير في بداية يناير في تاريخ 13 يناير بدأ الإعلان وفتح المضاريف سيكون في نهاية بريل يعني مدة الإعلان أكثر من ثلاثة أشهر واليوم هو يوم وسط جهاد المرحلة والليه إكتماعنا أو لقاءنا يسمى بري كونستركشن ميتينغ والليه الإكتماع الخاص قبل فتح المضاريف مع الشركات المتقدمة لمعرفة متى جاهزية المشروع متى جاهزية في تقديم عروضهم للمناقصة وأيضا لمعرفة السفسارات ونحاول الرد عليها من خلال وعطاء التوضيحات لما صادفوا أثناء أعدادهم للمناقصة هذا ويحتوي المشروع كسعة استيعابية على أربعمائة سرير على مساحة تقدر بثلاثة عشر آلاف واربعمائة وسبعمائة وخمسين مترا مربعا بطول خمسمائة وخمسين وأرض مائتان وخمسة واربعين مترا في الموقع المحدد له في الحرم الجامعي بمدينة الشعب هذا ويتكون المبنى الرئيسي من أربعة طوابق وملحقاتها وفقا للمعايير الدولية في تصميم المستشفيات نحنا جئنا هنا كشركة حسن علام عشان نشوف الفرصة الاستثمارية في عدن ونساعد على التنمية والبلد بعد النتيجة للحرب اللي حصلت قبل كده وإحنا طبعا إحنا بيساعدنا نشارك في مشروع قومي يعتبر قومي في البلد دي هو مشروع تنموي طبعا ومشروع بيخدم أهل البلد وده شيء يساعدنا وإحنا يساعدنا أكتر إن إحنا نساهم فيه وإن إحنا يكون فرصة وعيدة للشعب في التطوير الصحة والتطوير كإنشاءات مجمل في البلد المستشفى الجامعي فهو صرح تعليمي من خلال اطلعنا على الوثائق التي تخص المشروع يتبين بأنه مشروع من المشاريع الضخمة والحيوية والتي ستسهم في الارتقاء بالجانب التعليمي في الجامعة وأيضا سيقدم خدماته لكافة المرضى للعاصمة عدن والمحافظات المجاورة كونه يشمل على تخصصات متعددة وكثيرة فالمشروع مشروع استراتيجي هام مشروع على مستوى عالي جدا مشروع يمثل سوف ينقل جامعة عدن أنا أعتقد أنه سوف ينقل جامعة عدن نقلة نوعية حيث أنه من ضمن مكونات المشروع توريد أجهزة طبية ذات تقنية عالية وحديثة جدا المشروع بالفعل يعني وضع بموازنة فعلا عالمية ومواصفات عالمية بتجهيزات طبية فعلا ستكون يعني مساعد قوي جدا لتعليم الأطباء وتأهيلهم وفعلا مواصفات المواصفات التي طرحت في المناقصة مواصفات عالية جدا بأعلى المستويات وآخر التجهيزات الطبية وآخر المواصفات مشروع مهم جدا لليمن لأنه هيخرج الكوادر الطبية اللي محتاجها اليمن في الفترة اللي جاية المشروع عبارة عن مستشفى تعليمي لجامعة عدن وهيساهم في علاج الحالات المستعصية اللي كانت بتسافر براء اليمن بإذن الله تتعالج داخل اليمن حضر اللقاء الدكتور نزار باصهيب نايم وزير التخطيط والتعاون الدولي وبدر معاون الأمين العام للمجلس المحلي الدكتور محمد ثابت نايم وزير الأشغال العام والدكتورة وزيرة الشرماني وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع المشاريع وكذا عددا من أعضاء اللجنة الفنية المشرفة على المشروع يهدف المشروع بدراجات رئيسية لتزويد طلاب كلية الطب المهارات المعرفية لرفع مستوى الكفاءة لديهم وكذلك الارتقاء بمستوى الصحي في المنطقة بشكل عام محمد الصوفي قناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن دشنت كلية طب الأسنان بجامعة عدن حفل تخرج الدفعات الأولى ببرنامج الامتياز بتخرج 24 طالبا وطالبة من الطلاب المتميزين في مجال طب الأسنان وخلال التدشين أكد الدكتور خالد جين السقاف عميد كلية طب الأسنان أكد أن الكلية تسير على خطى ثابتة نحو برنامج تطور التطوير الأكاديمي والتعليمي من خلال استحداث البرامج التعليمية والأكاديمية وتطوير المختبرات بما يتناسب مع مستجدات الطب الحديثة وسوق العمل وتخلل الحفل استعراض ريبورتاج مصور عن مراحل تأسيس البرنامج وإنشاء المختبرات التطبيقية الخاصة بالكلية واللحظات الرائعة لأوقات الدراسة والتطبيق العاملي للطلاب برعاية محافظ محافظة عدن أحمد حامد لم لسوى رئيس جامعة عدن دكتور الخضر ناصر لسوى نظمت مؤسسة أبذار التنموية بشركة مع صوامع الغلال حفلة توديع لخريج جامعة عدن لأعوام 2017 و2018 و2019 وفي الحفل الذي حضره مدير عام مكتب الشباب والرياضة عرفان محمد علي ومدير عام صيرة دكتور محمود جرادي ألغيت عدد من الكلمات عن الجامعة والمؤسسات المنظمة أو عن الجامعة والمؤسسة المنظمة للفقالية أكدت جميعها على أهمية دور الشباب في بناء المجتمع مشهيدين بالدور الرياضي للجامعة والتي يضاف إلى رصيدها استحقاقا علميا من خلال كواديرها الجامعيين المنظويين تحت مضلتها وداعين جميع الجهات الحكومية والغطاء الخاص إلى الاستفادة من مخرجات الجامعة وفي ختام الحفل قرى تكريم أوائل طلاب كليات جامعة عدن ناغش مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن صلاح يحيى الشوبجي آلية تنفيذ الخطة للحركة المرورية في المديرية خلال شهر رمضان الكريم وفي الاجتماع أكد الشوبجي أهمية تنفيذ الخطة المرورية خلال شهر رمضان لضمان تنظيم حركة السير وتخشيف حدة الازدحام المروري بشوارع مديرية البريقة مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود في عملية تنظيم حركة السير خلال الشهر الكريم ووفقا للخطة المعدة لتنظيم الحركة المرورية الخاصة بشهر الفضيل وتطبيق القوانين والأنظمات المرورية على المخالفين دون استثناء لما فيه انسيابية الحركة المرورية وتجنب الاختناقات في الشوارع الرئيسية خصوصا في أوقات الذروة التي تكون عادة قبل مواعيد الإفطار ناقش اجتماع مشترك ضم مدراء عموم مديرية المنصورة والبريقة ومؤسسة الكهرباء بمحافظة عدن أحمد الداودي والدكتور صلاح الشوبكي وسالم الوليدي ناقش أوضاع الكهرباء والاحتياجات العاجلة لمواجهة فصل الصيف وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في المديريتين وتطرق الاجتماع إلى متطلبات بعض مناطق مديريتين البريقة والمنصورة من المشاريع الكهربائية العاجلة من تركيب محولات ذات قوات مختلفة في عدد من الأحيان السكنية بالإضافة إلى عادة تأهيل وصيانة للشبكة الكهربائية في بعض مناطق المديريتين وكذا استمرارية التيار الكهربائي لمحطات ضخمية الصرف الصحي وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي ستسهم في استقرار التيار الكهربائي وتحسين الشبكة الكهربائية بما يواكب الاحتياجات والطموحات عقدة بمدينة زنجبار بمحافظة أبيان اجتماع للمكاتب الإيرادية بالمديرية لمناقشة الإيرادات المالية المحلية للمديرية وحصة المديرية من الإيرادات المشتركة وسبب التعديل دور المكاتب الإيرادية في زيادة الأوعية الإيرادية وخلال الاجتماع أكد مدير عامل المديرية حيدر الفطلي على ضرورة تحصيل الموارد المالية من قبل المكاتب بحسب الاختصاص وفقا للقانون وطالب مدير مالية زنجبار بتحديد المكاتب التي لا تقوم بعملها ولا تورد إيراداتها المالية إلى حسابات السلطة المحلية وشدد على ضرورة العمل على تفعيل الأوعية الإيرادية أو أوعية الإيرادات النفطية وغيرها حتى يتسنى للسلطة المحلية تنفيذ المشاريع الترموية والتي تهم مواطنين المديرية دشن مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية توزيع 594 سلة طوارئ للأسر المتضررة من حرب مليشيا الحوثي بمديرية عين في محافظة شبوة عبر شبكة النماء اليمنية للمنظمات الأهلية ضمن مشروع الأمن الغذائي بالمحافظة وخلال التدشينة شهد مدير عام المديرية سالم الصادر بدعم المركز للمديرية عقب تحريرها من المليشيا الحوثية الإنقلابية التابعة لإيران وبدوره ثمن مندوب وحدة النازح بالمديرية نبيل العواضي مواصلة مركز الملك سلمان لتقديم مشاريعه الإغاثية المتنوعة للجمهورية اليمنية مؤكدا على ملامستها لاحتياجاتها الفعلية في مختلف القطاعات منوها باستفادة المواطنين منها بلغ عدد الأطفال الذين تم تحصينهم من الشلل بمحافظة شبوة خلال الأيام الماضية من الجولة الثانية للحملة الوطنية الطارئة لمكافحة 158.576 طفلا وطفلة وبنسبة تغطية تغدر بـ 73% وشهد مدير عام مكتب الصحة وسكاب المحافظة دكتور علي الدين بحصيلة النتائج الإيجابية التي حققتها فرق التحصيب المحافظة خلال الأربع الأيام الماضية من الجولة منوها بأهمية مؤشراتها الأولية في الوصول إلى تحقيق الأهداف الصحية للجولة وضمان تغطية كافة الأطفال المستهدفين منها وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق النجاح المطلوب لها تواصلت بمحافظة المهرة لليوم الثالث فعاليات الجولة الثانية من الحملة الوطنية الطارئة للتحصيب ضد فيروس شلل الأطفال من منزل إلى منزل في جميع مديريات المحافظة وتستهدف الحملة الوطنية الطارئة ضد شلل الأطفال التي ينفذها مكتب الصحة وسكان الأطفال من يوم حتى عشر حتى عشر سنوات بدعم من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف تحت إشراف مكتب مزارة الصحة العامة وسكان وأكد مدير عام مكتب الصحة وسكان في المحاضرة ديكتور عوض مبارك سعد أن مكتب الصحة وسكان ومشرف التحصين سيواصلون نزولهم الميدان لمراقبة سير عملية فرق التحصين لافتا أن فرق التحصين تباشر أعمالها في تحصين الأطفال ما بين فرق ثابتة وأخرى متحركة حتى نهاية الحملة وداعيا جميع المواطنين وأولياء أمور الأطفال بدرورة تحصين أطفالهم وتعاونهم مع فريق حملة التحصين الصحي الطارئة ضد شلل الأطفال مثمنا تفاعل أبناء المحافظة ووعيهم بخطورة المرض وأهمية التحصين في الوقاية منه أتلفت إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية والسلع الفاسدة بعد ضبطها في محلات تجارية مخالفة بمدينة الغيضة وأوضح مدير حماية المستهلك شكر الأسد أن كمية المواد التي تم إتلفها تقدر باثنين طن وربع من المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والدجاج ومواد أخرى متنوعة وحذر الأسد التجارة المخالفين وكل من يحاول التلاعب لأمن الغذائي للمستهلك بأن المكتب لن يتهاون فيما يتعلق بالغش التجاري أو أي خالل في المواصفات والمقاييس أو رفع السعر الغير مبرر جرى في مديرية صيرة بالعاصمة الموقتة عدن التوقيع على محضر استلام عدد من المشاريع التي قام بتنفيذها الصندوق الاجتماعي للتنمية في جانب الموروث التقافي في المديرية وكان الصندوق الاجتماعي للتنمية قد قام بتبويل من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع منظمة اليونسكو قام بتنفيذ مشروع تنميم الواجهات الخشبية للمنازل القديمة في المدينة التاريخية في مديرية صيرة مستهدفا عددا من المنازل ذات الواجهات الخشبية إضافة إلى تنفيذ مشروع تطوير وتحسين الساحات العامة مستهدفا حديقة قصر السلطان بمشاركة كوكبات من الشعراء والشاعرات نظم مكتب الثقافة بمحافظة مأرب صباحية شعرية تحت عنوان شعراء من سبا بمناسبة اليوم العالمي للشعر المزيد من التفاصيل في التغرير الذي أعده الزميل محمد سالم الجدسي بمناسبة اليوم العالمي للشعر أقام مكتب الثقافة بمحافظة مأرب صباحية شعرية تحت عنوان شعراء من سبا مدير عام مكتب الثقافة علي محمد بغلان أكد أهمية مكانة الشعر على مر الزمان وفي جميع المراحل العصري والأوان وأتمنى لكم أطيب الأوقات مع هذه الكوكبة من الشعراء وهم يشاركوه أشعارهم في اليوم العالمي للشعر 21 مارس هذا اليوم الذي أجمع عليه العالم باحتراما وتقديرا للشعراء ومشاعرهم من في الله الحضرون جميعا لكل التحيطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترقمة القصائد الشعرية لكوكبة من الشعراء والشاعرات معاني حب الوطن والأرض والإنسان وشموخ مارب التاريخ وصمودها الأسطورية في مواقهة المدد الفارسي فاعتزوا بأنفسكم أيها الشعراء وكونوا جبهة مسايدة لتلك الجبهة التي تزود عن الجمهورية وعن الترامة وعن الإنسان بشكل عام نبدأ أنفسنا بتغير منتظم ونغير الواقع بتغير نفسنا ونسمو بفعل الخير ونتجنب الظلم ونسمو بفعل الخير ونتجنب الظلم ونسعى لذات البن ونصرح أمورنا ولم دم على ما فاتني حيثني هنا مقاوم مليشي النجادي وخامني وماري بسبب حالنا شاهدنا لنا حياتي ذمي روحي بدان لموطني فيانا تصروا لأمامات الهناء هناء هو اللهم اتحكم بنا الشخص ماهي ولا عاش وتمتح بسرواح بها الصباحية الشعرية تميزت بالإبداع والتنوع الأدبية من قبل الشعراء والشاعرات حضر فعالية الصباحية الشعرية مدير عام الإعلام عوض الحويسك لقناة عدن الفضائية محمد الاجلاسي محافظة ما رب نفذت منظمة تجديد التنمية والديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة الهجرة الخيرية مشروع توزيع تمور رمضان في قرية المسيمير بمنطقة الكود بمحافظة أبيان وفي التدشين أكد مدير المشروع في منظمة تجديد والهجرة أن المشروع يأتي ضمن برامج المنظمة والمؤسسة والتي تستهدف الأسرة الأشدة فقرا بمحافظة أبيان وشيرينا إلى أن المشروع استهدف 288 أسرة من الأسر الفقيرة في قرية المسيمير توجى فريق شركة مصافي عدن الرياضي بطلا لدور شهداء الحويات الكروي الثالث للشركات والمؤسسات الحكومية الذي انطلق مطلع مارس بمشاركة 12 فريقا في ثلاث مجموعات لتوج بكأس البطولة الثالثة لشهداء من الحويات فيما توجى فريق المؤسسة المحلية للمياه وصيفا له وتوجى فريق شركة عدن لتطوير الموانئ بكأس الفريق المثالي كما تم تكريم أسر شهداء ميناء الحويات بشهادات التقديرية والمبالغ النقدية تاتي النشرة نلقاكم على خير اشتركوا في القناة